ترجمة نانسي قنقر سعادة السيد حسن بخباس عضو مجلس النواب أهلا بك سيد حسن وهل تحدثنا عن مشاركتكم في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس للبرلمان العربي وما هي أبرز النقاط التي تم التركيز عليها اليوم حضرنا المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية تحت شعار رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمل للذكاء الاصطناعي نحن كمجلس النواب البحريني طبعا تقدمنا ورغة وثيغة المرئيات والملاحظات على وثيغة المؤتمر السادس للبرلمان العربي هناك بعض الملاحظات وبعض المرئيات تم طرحها بالمؤتمر السادس للبرلمان العربي وطبعا أخذها تبعي الاعتبار مقاط جوهرية والمحاور الثمانية تم مناقشها كل محور تم طرحها ويناقش فيه ومداخلات أصحاب المعالي والسعادة ونحن ركزنا أيضا على محور أيضا اللي هو إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي كما تعلمون أن الوقت ذاتي من الأهمية بمكان معالجة التحديات اللي قد تنشئ من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وخصوصا بمجال اختلاق الخصوصية الفردية والأمن السبراني والعسكري وأيضا تأثيره السلبي على سوق العمل وأيضا حقوق الإنسان وفي هذا السياق لابد أن يرى خلق توازن بين قوانين والإجراءات التنظيمية بالحد طبعا أيضا من السلبيات وبين محفظات الاستثمار والتنمية والبحث العلمي وصولا إلى مجتمعات تعتمد على الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية وطنية شاملة من القاهرة سعادة السيد حسن بخماس عضو مجلس نواب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر